اشتركوا في القناة وعبر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تمنياته لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة بكل التوفيق والسداد لخدمة الكويت وشعبها الشقيق والاسهام في تقدمه وازدهاره ولدولة الكويت بتحقيق كل ما تتطلع اليه من تطور ونمى منوها سموه بما يجمع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة من علاقات تاريخية مميزة وروابط أخوية متينة في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهما الله